ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين حتى نفهم هذه العرب عندهم أدوات لتأكيد الكلام يعني إذا مثلا أستاذ يريد أن يأمر طالبا بالفهم أو بالحفظ أو بالقراءة والمطالعة يقول له اقرأ فإن أراد أن يؤكد الكلام لأنه وجد التلميذ يعني لعب أو يقول له اقرأ فإن وجده أكثر وأكثر متشاغل يقول له اقرأنا الأول اقرأ هذا الأصل اقرأ هذه اسمها نون التوكيد الخفيفة نون التوكيد التوكيد يعني تأكيد الكلام الخفيفة يعني بس حرف واحد نون اقرأنا اكتبا اقرأنا هذه اسمها نون التوكيد الثقيلة نون التوكيد الثقيلة لأنها مشددة اقرأنا كم نون نونان فهنا قالت هذه المرأة ليسجنن فاستعملت نون التوكيد الثقيلة ولا يكونا من الصاغرين ولا يكونا هذه نون التوكيد الخفيفة اذا لا يسجنن نون التوكيد الثقيلة ولا يكونا نون التوكيد الخفيفة هذه النون نون التوكيد الخفيفة كانت العرب اذا وقفوا عليها وقفوا عليها بالألف مثل مد العواب كيف نحن نقول عليما حكيما نقف عليها حكيما كان العرب اذا وقفوا على نون التوكيد الخفيفة يقفون بالألف يعني إذا أراد مثلا أن يقول الأستاذ للطالب أكتبا يا هذا أكتبا يا هذا فإذا أراد أن يقف على أكتبا يقول أكتبا أكتبا قد يقول قائل يا أخي هذه تلتبس مع ألف المثنى صحيح لكن المقام والسياق والمخاطب يعني يبين بأن المخاطب واحد انتبهنا إذن العرب إذا وقفوا على نون التوكيد الخفيفة اللي هي نون وحدة قلبوها ألفا قال ابن مالك رحمه الله عن نون التوكيد الخفيفة وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا نعيد وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا يعني عند الوقف ثم قال كما تقول في قفا قفا انتبهنا كيف حتى إمامنا الجزري الله يرحمه كثيرا ما يستعمل هذا عندنا في الجزرية وحرف الاستعلاء فخم وخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا وخصصا أصلها وخصصا نون التوكيد الخفيفة فلما وقف عليها قلبها أليفا فقال وخصصا انتبهنا في القيامة اشتركوا في القناة